بعد طول انتظار واجتماعات تنصيقية وتمهيدية رسى مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المؤلف من 38 بند مجددا على طاولة مجلس النواب على أن جلسة السلسلة التي لم تخلو من مداخلات في السياسة والأمن ما لبثت أن تحولت إلى مشادات كلامية طالب النائب خالد الظاهر بتحقيق لكشف ملبسات ما حدث في مخيمات عرسال وبإقالة وزير الدفع فتصدى له النائب أمير رحمي طالبا إليه الكفة عن المزايدة النائب سامي جميل سأل الحكومة على خلفية قصف طائرات سورية مناطق في جرود عرسال إذا ما كان هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجيش اللبناني والسوري وحزب الله وسأل الحكومة إذا ما كانت تملك استراتيجية لحل أزمة اللاجئين السوريين رد رئيس الحكومة سعد الحرير على جميل نافيا وجود أي غرف عمليات مشتركة أما عن غارات الجيش السوري فبرر الحرير أن عدم وجود ترسيم واضح للحدود بين البلدين يصعب مهمة المساءلة بعد السياسة بدأت مناقشة مشروع السلسلة 12 بند جرت تصويت عليها بسرعة أول مطب كان في البند الثالث عشر المتمثل في إعطاء هيئة التعليم في المدارس الخاصة الزيادات المطلوبة اعترض الحرير متسائلا عن مسؤولية الدولة في الطلب إلى المدارس الخاصة رفع أجور أساتذتها لكن ما التصدي للحرير جاء على لسان نواب كتلته مذكرينه أن المساواة بين الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص جاء في قانون أقر في عهد والده المطب الثاني كان في المادة الثامن عشر المرتبطة بالمتقاعدين وبعد نقاش استمر نحو ساعة أقرت المادة بعد تعديل احتساب النسبة للمتقاعدين ومع سرعة الإقرار تدخل الرئيس السابق فؤاد السنيور اعتراضا على عدم ربط السلسلة بالموارد بالقول للتاريخ فقط أقول من هنا يبدأ الانزلق ولا يجب إنصاف فئة من اللبنانيين لهم حقوق على حساب آخرين ويجب الموازنة بينهم السجال عاد إلى الجلسة من باب السلسلة هذه المرة بين وزير المال علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان بعدما وصف خليل ادعاء كنعان أن لجنة الموازنة تمكنت من توفير ألف مليار من النفقات ويمكن إضافتها إلى السلسلة بالمسحة لكن المتخاصمين في القاعة خرجوا متصالحين وبشروا بإنجاز السلسلة بعد رفع الجلسة اللي صار أكد أنه نحن على المسار الصحيح أنجزنا القسم الأكبر من السلسلة بعد قدامنا تحدي الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات نحن أنجزنا الجداول وهي السلسلة بحد ذاتها وأنجزنا المخصصات للمتقاعدين أو الجزء المتعلق بالمتقاعدين كمان هذا أمر بغاية الأهمية الآن موضوع الإرادات مطرح ما فيه إمكانية لتوفير ضرائب عن جهوب الناس وعن الفقراء ما كان بضريبة على قيم المضافة أو بغيرها نحن كلنا بدنا نسعى أنه نعملها نحن وعدنا وفينا وقرة السلسلة خلصنا منها بعد فيه بنود الإصلاحات إذا عملنا السلسلة بدون ما نعمل الإصلاحات ما منكون أنجزنا الشغل تابعنا ما حصل اليوم هو كبير ونوعي وأساسي ومحطة كبيرة بإعطاء الناس حروم كان موقفنا أن المتقاعدين يجب أن يعطوا حقوقهم كاملة على قاعدة 85% ورفضنا رقص الأمر هذا بأي شرط جانبه ودون أي قيد لا قيد الواردات ولا غير ذلك بحلول الساعة السادسة أقرت عشرون مادة من أصل ثمان وثلاثين ليستعد النواب للجولة الثانية وهي مناقشة توفير الموارد للسلسلة أما المخرج بين ربط السلسلة بالموازنة فوفره الرئيس بري حينما اقترح تعديل المادة العشرين لتنص على إقرار الموازنة في مدة شهر من إقرار السلسلة وفي حال عدم إقرارها تعد السلسلة قانونا ناجزا ترجمة نانسي قنقر